سهلاً على كل حبيبي يا ربي دايماً تكونوا بقالوا في صحة وخير تعالوا بقى نشوف الخبر دمعين عشان ما أطولش عليكم الفنان محمد هينيدي ينفي سخريته من محمد إمام ويعتب عليه في الفترة الأخيرة انتشرت عبر مواقع تواصل الاجتماعي بعض الصفحات التي تزور تغريدات باسم النجوم تنشر هذه التغريدات على أنها حقيقة الفنان محمد هينيدي وقع ضحية لهذه الصفحات المزورة وانتشر تعليق له على السوشيال ميديا وعلى الصورة التي نشرها محمد إمام من كواليس مسلسل الاختيار نفى الفنان محمد هينيدي تعليقه على هذه الصورة موضحاً أنه لم ينشر هذه التغريدة وأنها مزيفة كتب محمد هينيدي عبر حسابه الرسمي على تويتر التويتر دي مضروبة وأكيد ما قلتش الكلام ده مدام أنا ما قلتش الكلام ده يبقى كمان محمد إمام برضو ما قالهوش إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منين؟ أو بتيجي منه وكمان يا حبيبي هل نشوف دلوقتي اللي حصل محمد إمام محمد هينيدي قال يعني وعلق على صورة محمد إمام بس طبعاً هو بقوله أنه مش هو اللي كتب التغريدة ديت علق وقال أن محمد إمام دخل الجيش في مسلسل الاختيار وهو وحيد لأو إيه بيدرب نار وصمام الأمان مرفوع تحسوا أنه بيدرب بسلاح خرز ورد عليه طبعاً محمد إمام وقال له طبما أنت في عسكر في المعسكر كنت وحيد ودخلت الجيش وكان عليه كتار إهمد يا نادي وتول بقى يا أصير يا مكار ثم عاد ومزح الفنان محمد إمام وعاتبه بسبب تغريدة مزيفة له كاتباً وبعدين إيه يا أصير يا مكار دي حتى لو التويتم مضروبة هو إحنا في حضانة يا محمد إمام شوية وهتقول لي يا سنو ويت يشاري لأن آخر أعمال محمد ينيدي الفنية مسلسل أرض النفاء الذي لعب بطولته مع هناشيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغوري ورهم كتير من نجوم الفن طبعاً الحبيبي دي ده كل الأحداث يعني اللي حصلت في الخبر دوت أني طبعاً محمد ينيدي طلع وقال أنا مقولش التغريدة ديت وتغريدة ديت جات يعني عن طريق حسابات مزيفة مزورة يعني على تويتر وأنه طبعاً معلقش على صورة محمد إمام خالص ومقولش الكلام ده يعني وطبعاً محمد إمام مكانش يعرف فرح معلق على التغريدة ديت وقال له يعني التغريدة اللي أنا قلت لكم شوية ديت وطبعاً محمد ينيدي زعل من سبب التغريدة للمحمد إمام الهالو زي ما احنا شوفنا كده حبيب الخبر معانا وشوفكم يا رب على الف صحة وخير وبرضو لو فيه أخبار جديدة هحاولوا ننزلها على العالم